السلام عليكم الميزات و افضل الخيارات للمناسبة لكرت الشاشة اغلب على الترا و هاي لانه الكرت الشاشة اللي عندي الف و ثمانين فيعطيني افضل المواصفات المناسب لها وايضا زي ما انتم شايفين حطت دقة على 4K فوق المناسب قال لي انه 4K هذا المناسب لكرت الشاشة فيريحك جدا برنامج ذا اذا انت انسان ما تحب تلعب في الاعدادات وما تعرف الاعدادات المناسبة لكرت الشاشة حقك فهذا الشي راح يفيدك في حيشتين على سلامة كرت الشاشة حقك انه ما تحط اعدادات فوق الطاقة الكرت الشاشة فيمكن يرتفع حرارة او شي كذا فهذا راح يعطيك الاعدادات المناسبة والامثل والاحسن انه تطلع الفيديو بصورة جدا او اللعبة بصورة جدا مذهلة و ممتازة والان خلينا ننتقل الى اللعبة ووريكم الجودة الرائعة اللي انا شفتها بصراحة زي ما انتم شايفين الحين بدأت اللعب على دقة 4K و ايضا فيها تقنية الHDR وبالفضل تقنية الHDR تقدر تشوف الوان كأنها واقعية فعليا حاجة جدا مبهرة و جميلة يعني زي ما تشايف اللون البرتقالي على الزرع ذا جدا واضح وايضا اقرب شي الوضوح اللي هو الشمس والسحاب واللوان اللي بين السحاب والاطراف وشعة الشمس مرة واضحة بشكل جدا جميل بفضل تقنية الHDR يعني الوان مرة تشوفها شوف الجبل واللوان الصخور والزرع واللي حولك الاشياء ذيه ولون البرق كأنك تحس انه فعليا واقعية وايضا كمان اللعبة على 60 فريم شغالة مثله هذا كله بفضل الجي فورس اكسبرينس لانه شغالي افضل المواصفات و افضل المواصفات المناسبة لكروت الشاشة حقي اعطاني 4K و اعطاني مواصفات جدا ممتازة تناسب اللعبة و تناسب ايضا الفريمات انه يعطيني فريمات معتدلة و ما تنزل فزي ما انتوا شايفين الدقة والوضوح انا شايف انه جدا مناسب و حلو و مرة مستانس معه فايضا كمان في خدمة ثانية في الجيل العاشر لكروت الشاشة من انفيديا اللي هو تقنية ال HPAO Plus اللي هو هذه التقنية يسرع لك في التفاصيل في الجرافيكس و ايضا يجيب لك الحدود حق الضلال و التفاصيل حق الظل يخليليكها بشكل جدا جميل و واقع فهذه ميزة مرة حلوة في الجيل العاشر لكروت الشاشة انفيديا و هنا مقطع بسيط و انا اقاتل مع بعض العداء اعجبني الاسلوب انه كيف يبيين لك الرصاص النار يطلع من المسدس الرصاص هو في الجو شكله جدا مبهر و رهيب صراحة و ايضا فيه خدمة ثانية جدا جميلة اللي هو ال Game Ready Drive و اللي يجي مع G-Force Experience هذه الخدمة ينزل لك Drive اول ما تنزل اللعبة و يحاول انه يصليح لك معظم الاخطار التقنية و ايضا بعض القلتشات اللي تنزل في اول يوم للعبة فهذه خدمة ايضا جدا جميلة من انفيديا و ايضا في لعبة ماسيفك تقدر تستفيد من تقنية انصل مقدمة من انفيديا وهي التقنية امديك تصور صور ثابتة و زي ما انتوا شايفين في نص المعركة امدينا استفيد من هذه التقنية اشوف وقفت على طول امام مع الزعيم و دخلت على تقنية الانصل و قاعدة العب فيها و اصور فيها صور حلوة و هنا ايضا بعض الصور اخذناها من موقع انفيديا واللي مستخدمه تقنية الانصل و زي ما انتوا شايفين الصور جدا جميلة و ايضا كل الصور زي ما انتوا شايفين على دقة 4K و ايضا مديني احطها لدقة اكثر من 4K يعني مديني اوصلها الى 8K لانه تقنية الانصل بصراحة تعطيك صور جدا مبهرة و دقة جدا جدا عالية و قبل نهاية المقطع حاب استعرض لكم كروت الشاشة الجيل العاشر من انفيديا اللي هي 1080 وال1070 وال1060 و قدرتها على تشغيل لعبة ماسيفكت على الالترا و زي ما انتوا شايفين في الصورة وبالا هل سنبدأ في اول واحد اللي هو كرة الشاشة GTX 1060 و وعد على اعلى الاعدادات اللي هي الالترا وتلاقيه على دقة 1080 الفرايمات المتوسط اللي رأي اعطيك هي 72 فرايم وبعد كذا عندنا كرة الشاشة GTX 1070 على اعلى الاعدادات على دقة 1080 رأي اعطينا متوسط vouetdн وازا حطناه على دقةח rancis رأي اعطينا متوسط � pro يا لكم ك teaching Sloan الحاجر من الحاجر وعلى دقة 1440 راح يعطينا 81 فريم وعلى دقة 4K راح يعطينا متوسط على 43 فريم وزا ما انتم شايفين اول كرت شاشة اللي هو GTX 1080 Ti اللي هو نفس اللي عندي بس ولكن Ti اللي هو المطور راح يعطينا 147 فريم متوسط على دقة 1080 ويضا على دقة 1440 راح يعطينا 104 فريم وعلى دقة 4K راح يعطينا 59 فريم يعني قريب من 60 ولكن اذا استخدمنا SLI اللي هو كرتين شاشة راح يعطينا على 4K 95 فريم ويضا كل الفيديو سجلتوا عن طريق برنامج الشادو بلاي وسجلتوا على 4K 60 فريم وشادو بلاي تلقاه مجانا يجي مع برنامج الجي فورس اكسبرينس من انفيديا وكذا نوصل لنهاية المقطع وانطباعنا للكرت الشاشة 1080 كان تجربة جدا جميلة مع الكرت الشاشة وان شاء الله عجبكم المقطع والمراجعة البسيطة كان معكم امرأة حازمي لا تنسونا الضغط على جرال لايك والاشتراك بالقناة ومع السلامة